اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام في كل مكان لقد صدر بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية منذ أيام يتناول فيه تنبيها وبيانا عاما يخص الأمة الإسلامية فيما تمر به في ظرفها المعاصر وما تتلاطم به أمواج الشبهات والشهوات بها من كل مكان ولأنه واجب على أهل العلم بيان المخرج وطريق الهداية ومسلك النجاة الذي جاءت به الشريعة كان هذا البيان المتناول لجملة من النقاط ذات الأصول الشرعية والقواعد المحكمة لبيان أصل عظيم جاءت به شريعة الإسلام وهو اجتماع أمة الإسلام على كلمة واحدة وعلى منهاج ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم جاءت شريعة الإسلام لتنهى عن التفرق والتحزب والتشرذم لتكون أمة الإسلام كلمة واحدة وصفا واحدا وقوة يهابها أعداؤها وتنتهج طريق ربها لتحيي رسالة هذا الدين وتنشره في الآفاق جاء في بيان هيئة كبار العلماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وأمر العبادة باتباع الصراط المستقيم ونهاهم عن السبل التي تصرف عن الحق فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الجملة في البيان تؤصل لأصل شرعي عظيم وقاعدة محكمة من قواعد الشريعة ومحكماتها العظام هو الاجتماع هو النهي عن التفرق وذنب الاختلاف إن أمة الإسلام عندما تكون في أحلك ظروفها وأشد ساعاتها صعوبة وعسرا وكربا عندما تلتقي مع خصومها في ميدان الجهاد وتلتقي الصفوف وتنتظر تنز نصر الله عز وجل عليها وأن تكون كلمة الله هي العليا هي أحوج ما تكون للأخذ بالأسباب النصر والقوة والعز والتمكين وفي ذلك يأتي توجيه القرآن الكريم واضحا صريحا جليا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إنه التوجيه الإلهي لأن يكون هذا الأصل في ذنب التنازع وترك الاختلاف ونبذ الفرقة بابا تستنزل به الأمة نصر ربها وهي في الساعة التي تنافح عن دينه وتذب عن شريعته لكن نصر الله عز وجل مناط بهذا السبب وبهذا الأصل الشرعي العظيم وقوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه جاء ضمن الوصايا العظيمة الإلهية في أواخر سورة الأنعام التي جاءت بتلك المحكمات الأصول الشرعية التي اتفقت عليها الملل وكانت فيها على حكم الله جل جلاله ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم قال البيان وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من السبول التي نهى الله عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيم ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد وهذا كما ترون من تفسير كتاب الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم السبل التي يلتمس بها معاني كلام الله جل جلاله فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أبانه أعظم بيان وأوضحه أجل توضيح صلوات ربي وسلامه عليه وجعل السبل التي تتفرق بالأمة عن السبيل الذي أراد الله أن تسلكها جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه هذا سبل الشيطان التي يقف عليها يدعو الناس إليها وما من شك أن كل ابتعاد عن هذا الصراط والاجتماع على كلمة الإسلام وعن أصل الشريعة مهما كان المسمى والراية والانتساب سيكون سببا في التشرذم والتفرق لأن كل طائفة وكل راية ستدعو إلى رايتها وإلى انتساب طريقتها وإلى التسمي باسمها لا محالة كان هذا ولا يزال عبر التاريخ قال البيان قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله وفي قوله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن قال رضي الله عنه أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله وهذا من تفسير السلف المطابق لتفسير الشريعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أدرك ابن عباس رضي الله عنهما صدر الأمة الذي بدأ فيه التفرق والاختلاف عندما نبتت نابتة الأهواء على يد الخوارج والشيعة ومن لف لفهم في تلك المرحلة المبكرة من فجر الأمة بعد زمن صدرها الأول عصر النبوة المشرق الوضاء ورأى رضي الله عنه أن هذا التشرذم والخصومات والمراء في دين الله عز وجل عندما ينطلق باسم الدين ليتخذ من الرايات والأحزاب والجماعات رايات ترفع لتكون عليها الولاء والبراء والانتماء والانتساب ثم تكون عليها المجادلة والمناظرة والمراء والخصومات رأى بأم عينيه رضي الله عنهما بصداق ذلك التوجيه الكريم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال البيان والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة ووحدة الصف والوقاية من الشرور والفتن قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وبين تمام البيان من الآية الكريمة أن نمتنان الله عز وجل علينا بنعمته التي تآخينا بها في الإسلام فأصبحنا بالدين إخوانا وأصبحنا بهذا الدين ننتسب إليه إخوة على الإسلام تآخينا واجتمعنا لا على غيره ولا يمكن أن يكون لأحد من البشر غير نبينا صلوات الله وسلامه عليه الطاعة المطلقة والسمع المطلق والأمر الإلهي الكريم بأن نكون طوع أمره ونهيه أن نصدر عن توجيهه وأن نقف عند كلامه عليه الصلاة والسلام ثم قال فعلم من هذا يعني مما تقدم من النصوص الشرعية في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام آئمة السلف من الصحابة رضي الله عنهم علم من هذا أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم أو غير ذلك فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام وإثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة وإنما غايتها الوصول إلى الحكم ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم وهذا الحكم الصادر عن استقراء وبيان لواقع الأمة ومجتمعاتها المعاصرة ينبني انطلاقاً مما تقدم من النصوص ووصفاً لواقع تعيشه الأمة ليبين أن راية تنبثق فتدعو إلى ولاء وبراء وبيعة وتنظيم لينعقد عليه حياة الإنسان وموته سوى ما أمرت به الشريعة من الالتفاف حول الكتاب والسنة وحدهما دون غيرهما مشاركة ولانفراداً لا شك أنه ضلالة ولا شك أنه انحراف وابتعاد عن منهج الشريعة ومحكماتها التي تقدمت بها نصوصها قال ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب ختم البيان بالتنبيه والتحذير فعل الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها والله نسأل أن يحفظنا جميعاً من كل شر وفتنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبهذا تم البيان الذي أراد النصحة والتحذير والبيان من خلال ما دل عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراء للذمة ودلالة للعباد على ما هم بحاجة إليه من سلوك طريق الرشاد سلك الله بنا وبكم سبيل الهداية وعصمنا من الغواية وجعلنا وإياكم في خيرة عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة